السلام عليكم يا رب تكونوا بخير هنعمل النهاردة صنية كنافة بالقشطة أو بالكريمة الكذابة بأسهل وأبسط طريقة هتجربيها طحفة جدا هتطلع معاكي حلوة قوي هتنجح معاكي من أول مرة وهنزينها كمان تزيين بسيط قوي هيخلي شكلها حلو كمان طعمها أحلى تبع بقى الفيديو للآخر إن شاء الله يعجبك وتستفدي منه وتجربي الطريقة وتقولي رأيك فيها ما تنسيش كمان لايك للفيديو اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان ويصلك إشعار بأي فيديو جديد زي ما شايفين ما شاء الله كأنك بتاكلي بالزبط كطعة كده من الجاتو سكرها كمان مظبوط قوي للناس اللي مش بتحب السكر بزيادة هتعجبكم قوي الطريقة دي وأول حاجة هنجهزها هنجهز الشربات أو السيرب اللي هنسقي به الكنافة واستخدمت كبايتين من السكر هضيف عليهم كباية ونص من الميا لو حب السيرب كمان يبقى تقيل شوية بتدي في كباية بس من الميا على كبايتين السكر ضيفت كمان عليهم عصرة نص لامونة ضيفت كمان نقطتين من الفانيليا بتخلي طعم السيرب حلو جدا وبقلبوا بس كده شوية صغيرين وبعدين برفعوا على النار النار بتكون متوسطة بسيبوا يغلي لمدة عشر دقيقة وبعدين نقفل عليه النار ده شكل السيرب معنا بدأت أصبه كده في كباية طبعا هو كان لسه سخن لما بيبرد طبعا بيتقى لأكتر وكده أول حاجة خلصت معنا السيرب أو الشربات اللي هنسقي بيه الكنافة جاهزناه كده في الأول عشان طبعا هنسيبه يبرد وجبت حلة تانية ضيفت فيها كبايتين من اللبن أو الحليب هضيف عليهم معلقتين كبار من النشا وبستخدم لكل كباية لبن معلقة كبيرة من النشا إحنا هنا بنعمل القشطة أو الكريمة اللي هنحشي بيها الكنافة ضيفت عليها كمان نقطتين من الفانيليا بتخلي طعم الكريمة حلو جدا وبقلب الكريمة الأول على البارد لحد ما النشا تدوب معنا تماما وبعدين نرفعها على النار مع التقليب لحد ما يبقى قوامها بالشكل ده لحد ما تغلي معنا ويبقى قوامها تقيل بالشكل ده سبتها بقى على جنب طبعا إحنا ما ضفناش فيها سكر ولا أي حاجة هنكتفي بس كده بالشربات اللي هنسئيل الكنافة واستخدمت نص كيلو من الكنافة الأول طبعا كنت شايلها في الفريزر عشان طبعا نقدر نكسرها بسهولة على النص كيلو الكنافة طبعا السمنة مسياحينها الأول بضفها كده على الكنافة وبقلبها كويس جدا لحد ما الكنافة تتشرب كويس من كوبية السمنة اللي احنا دفنوها والخطوة دي طبعا مهمة جدا انكتتأكدي ان الكنافة اتشربت كويس جدا او قلبتها كويس كده بالسمنة اللي احنا دفنوها لازم الخطوة دي عشان تطلع معاكي الكنافة مزبوطة جدا وقلبت الكنافة كويس مع السمنة لحد ما بقت بالشكل ده كده الكنافة جاهزة معنا هنجيب بقى صنية الصنية دي برضو دهنيها بشوية من السمنة وهضيف فيها نص كمية الكنافة وهضغط عليها كده أهم حاجة طبعا تضغطي عليها كده كويس عشان تطلع معاكي متماسكة ومزبوطة لو حبّة طبعا ارتفاع صنية الكنافة دي يكون معاكي عالي بتستخدمي الصنية صغيرة ولو حبّة سمكها يكون رؤية كده أو رفيع بتكبري الصنية يعني زي ما تحبي تغطي عليها كويس جدا أول كده جزء من الكنافة أو أول نص كده من الكنافة بعدين بقى هضيف عليه المهلبية اللي احنا جهزناها بالشكل ده وبدي فيها كده في نص الصنية يعني بتحاولي ما بتكبيهاش على الحروف عشان طبعا ما تطلعش معاكي ويكون مزبوطة بتسويها بالشكل ده بس مش بتخرجيها بره بتكون كده في نص الصنية وهنبدأ بقى نحط عليها الجزء التاني من الكنافة اللي هو نص الكمية بعد ما سويت المهلبية بالشكل ده بحط بقى الكنافة بالشكل ده الأول بحط كده في كل جزء كده على الكريمة الأول مش بنضغط عليها إلا لما نحط كمية الكنافة كلها وما نخليش أي جزء من الكريمة باين معانا بعد ما تأكدت كده ان احنا غلفنا الكريمة كويس جدا أو غطناها كويس هبدأ بقى أضغط عليها بس ضغطة بسيطة كده بأدينا وده طبعا عشان نحافظ على الكريمة ما نخليهاش تطلع معانا أو تخرج معانا ويكون برضو شكلها كده مظبوط دفت خلاص كل كمية الكنافة هبدأ أضغط عليها زي ما قلنا كده ضغطة بسيطة جدا عشان نساوي كده سطح الكنافة أو سطح الصينية معانا وأهم حاجة كده بتضغطي على الحروف عشان تبقى مقفولة معاكي كويس جدا وهنبدأ بقى ندخلها الفرن على درجة حرارة بتكون عالية أو وسط على رف الأوسط بتسيبيها واتبعيها لما تلاقيها كده بدأت تاخد لون من الحروف تبدأت شغال عليها الشوية لو حبه بتلاقيها كده فصلت شوية عن الصينية في الوقت ده بنخرجها وببدأ أضيف عليها العسل أو السيرب وهو بارد والكنافة بتكون سخنة ضفت الكمية كلها بالشكل ده وكمية السيرب هنا أو العسل مظبوطة جدا الكنافة تطلع معاكي مش مسكرة قوي طعمها كان مظبوط قوي وكمان الكريمة احنا مش ضيفين فيها سكر فكانت طبعا طعمها مظبوط وطعمها حل وقوي ما شاء الله وبدأت بقى قلبها وقدمها كده في الصينية حطيت كده على حروف الصينية معنا شوية كده من الفزدق الكذاب ده أنا عاملاه من السوداني بيبقى حلو جدا تقدري كمان تحشي به الكنافة من جوة مع المهلبية بالفزدق ده وهبدأ كمان أزينها كده تزييم بسيط كان عندي شوية من الكريم شانتي كنت شايلة في الفريزر طلعته الأول سيبته طبعا يفك الأول وبدأت أعمل بي وردات كده على وش الكنافة يديها شكل حلو كمان طعم حلو والكنافة طبعا في الوقت ده كانت بردت معنا يعني ما كانتش سخنة عشان نقدر نحط عليها الكريمة أو نضف لها كده الكريمة وما تسحش معنا ضفت لها كمان شوية كده من الكريسبي شوكولاتة وهنبدأ نقطع منها كمان قطعة كده ونشوفها من جوه قد إيه حلوة جدا ومزبوطة وطعمها كمان كانت وحفة ما شاء الله والكريمة كده متماسكة طبعا عشان تسبناها الأول تبرد ممكن كمان تحطيها في التلاجة عشان تتمسك معاك الكريمة أكتر وده شكل الكنافة معنا تحس كده إنك بتاكلي قطعة من الجاتو بجد من جمالها وحلوتها وكمان من سهولتها هتعمليها على طول بنفس الطريقة سهلة جدا وسريعة ومأخدتش معانا وقت خالص تقدري كمان تديها لون أكتر كده في الفرن تحت الشوية لو حبها تكون لونها دهبي أكتر وعملنا الكنافة بالكريمة أو بالإشطاء سهلة وبسيطة وكمان سريعة طعمها حلو جدا جربوها بنفس الطريقة هتعجبكم إن شاء الله ما تنسوش بقى لايك للفيديو اشتركوا كمان في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعار بأي فيديو جديد استنوني فيديوهات جديدة إن شاء الله ووصفات جديدة سهلة وسريعة أشبكم في رعاية الله سلام عليكم